مرحبا اعزائي الطلاب معكم اليوم المعلمة شيماء هنداوي من مدينة عتا اليوم سوف ننتقل للجزء الثالث من استراتيجية اتخاذ القرار الصحيحي وسنتعلم اليوم ايضا جزءا هاما جدا من هذه الاستراتيجية ما رأيكم ايها المغامرون الصغار لو اننا حقا الان نذهب في مغامرة مشتركة ونكتشف من خلالها البركان هذا البركان ما هو هذا البركان ربما احدكم لا يعرف ما هو البركان انا متأكدة انكم تعلمون ذلك ولكن هناك معلومات اساسية رئيسية علمية ايضا معلوماتية نحب فعلا ونرغب ان نكتشفها سوية عن هذا البركان ما هي لكن قبل لذلك لا بد ان نفكر بشيء هام جدا فكروا معي حتى نستكشف هذا البركان حتى نتعرف على هذا البركان ماذا نحتاج الان ونحن جالسونا في الحجر المنزلي في بيوتنا نحن الان احدكم سيقول ايتها المعلمة نحن الان في حجر منزلي لا نستطيع الذهاب لا نستطيع السفر اجمل المغامرات تحتاج ان نسافر الى خارج البلاد او ربما في داخل البلاد وان نحاول حقا ان نكتشف هذه الطبيعة الساحرة هذه الطبيعة التي مليئة جدا بالاسرار ومن اجمل اسرار هذه الطبيعة ومخلوقاتها ايضا ومعلوماتها الجميلة هي البراكين نحن لا نستطيع ان نسافر نحن في الحجر المنزلي اذا ماذا يمكن ان نفعل فكروا فكروا معي ماذا يمكن ان نفعل ونحن الان نجلس في المنزلي لا نستطيع حتى ان نفتح الباب ونذهب ونسافر ماذا نستطيع ان نفعل هل سنقوم بالتوجه الى المكتبة المنزلية وفتح كل الكتب والبحث بكل الكتب والموسوعات عن البراكين لماذا ايضا فكرة ام ان هنالك منظومات تعلم عن بعد تعرضها وزارة المعارف نستطيع ان نستفيد منها ما رأيكم هل نتخذ هذا القرار وان نكتفي فقط بالمعلومات والموسوعات ام نتخذ قرارا اخر ونكتفي فقط بالمنظومات التي تبثها الوزارة منظومات التعلم عن بعد خاصة ونحن الان جالسون في المنزل قرروا فكروا اولا ثم قرروا ثم اعمل استراتيجية اتخاذ القرار الصحيح ما رأيكم بذلك احسنتم احبائي لا بد وانكم فعلا تحبون دائما ان تبحثوا عن اي مصدر قد يفيدكم معرفيا علميا او غير ذلك اذا نستطيع ان نكتسب الفائدة ليس فقط من الموسوعات والكتب ليس فقط من هذه المكتبة المنزلية الجميلة نحن نحتاج اليها لكن ايضا نستطيع ان نكتسب جميل المعلومات من منظومه التعلم عن بعد نقرأ نستمع نشاهد نفكر هكذا انتم تخذتم القرار الصحيحة لكن اليوم لن اكتفي فقط بان اعرض عليكم نص مكتوبا لن اقول لكم ماذا ايضا ستشاهدون ابدا ساترك ذلك للدرس لكن قبل ذلك سوف ننطلق سوية الى نص يتحدث عن البراكين ويعرض لنا معلومات هامة جدا عن البراكين وسيساعدنا في عملية الاستكشاف الرائعة هذه سنغامر الان ونذهب في رحلة الى داخل النص ونحاول من خلال المعلومات والرسم التوضيحي المرفق في نهاية النص ان نستكشف معلومات عن البراكين اذا ليس فقط امامنا نص مكتوب بالكلمات انما ايضا هنالك رسم توضيحي سوف نتطرق اليه بعد قليل نسينا شيئا ما هو يوجد الان امامنا سؤال ماذا نفعل حتى نحل هذا السؤال هذا السؤال يحتاج الى اجابه سأرى الان من منكم يبدع في التفكير ويستطيع حل هذا السؤال كيف تستطيعون اعمال هذه الاستراتيجية وتتخذون القرار الصحيحة حتى تحلوا هذا السؤال ماذا يقول السؤال اولا تذكروا قبل ان نتطرق للسؤال انا نتعلمنا في الدرس السابق ان فهم السؤال هو نصف الاجابه لا يكفي ان اقرأ السؤال فقط يجب ان افهم ماذا يطلب مني السؤال يقول السؤال ما اسم الجزء من البركان الذي يربط بين جوف الارض والفوهه يوجد هنا امور غير مفهومة طبعا لماذا لاننا لم نقرأ الناس اذا نحتاج ان نقرأ النص لكن قبل الشروع بقراءة النص احدبائي ساعيد عليكم قراءة السؤال ما اسم الجزء من البركان الذي يربط بين جوف الارض والفوهه كيف نحل السؤال قبل ان نذهب الى النص فكروا معي كيف استطيع ان احل هذا السؤال ماذا افعل فكروا وتذكروا ماذا تعلمنا عن استراتيجية اتخاذ القرار الصحيح في الدرسين السابقين وهنا قبل ان انطلق للنص ساطلب منكم ان تحضروا دفتر منظومه التعلم عن بعد او اي دفتر اخر تستطيع ان تدونوا عليه ماذا تتعلمون وان تحضروا ايضا قلما وسجلوا ودونوا ما هي الامور التي سنفكر بها قبل ان نبدأ بالحل لكن بعد ان نقرأ النص ونفهم النص اول معكم دقيقتان لتدونوا ماذا نحتاج لحل السؤال نتذكر سويا ماذا تعلمنا في الدرسين السابقين نتذكر اننا نحتاج ان نتخذ القرار الصحيح لنجد كلمة المفتاح ان نتخذ القرار الصحيح لنجد ايضا جملة المفتاح ان نستخرج الفكرة المركزية المعلومات الاساسية في الفقرة وايضا الكلمات الرئيسية في السؤال اتخذوا هذه القرارات الصحيحة وتذكروا اولا اننا يجب ان نقرأ النص ونفهمه ثم نفكر ونبحث عن الاجابه اترككم الان لدقيقتين ان تدونوا ما طلبته منكم ثم سننتقل للنص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة المترجم للقناة هل دونتم احبائي ما طلبته منكم رائع احسنتم لكن دعونا نراجع سوية بعض النقاط قبل الدخول للنص اولا تذكروا اننا يجب ان نتخذ القرار الصحيح حول ما هي كلمه المفتاح من لم يستطع ان يدون كل شيء يستطيع الان ان يكمل ما قد نقصه في شريحه السابقه سوف احاول ان اكون ابطأ قليلا حتى تستطيع ان تدون كل شيء ايضا نحتاج ان نتخذ القرار الصحيح ما هي جملة المفتاح نتخذ القرار الصحيح ما هي الفكرة المركزية نتخذ القرار الصحيح ما هي الكلمه الرئيسيه في السؤال جيد الى الان رائع نتخذ القرار الصحيح لأي فقرة يجب ان نرجع في النص نتخذ القرار الصحيح كيف سنكتب اجابة صحيحة شاملة اما الان وهنا انتبهوا جيدا نتخذ القرار الصحيح هل ندمج معلومات من النص المكتوب فقط لا هل ندمج معلومات من النص المكتوب والبصري ما هو النص البصري اي الصورة التوضيحيه هل نتخذ القرار الصحيح هنا نعم لا بد من ذلك اما الان سوف ننطلق الى رحلة المغامره وسنستكشف المعلومات الجميله التي تتحدث عن البراكين لكن ايضا يجب ان ننتبه الى بعض الامور انتبهوا الى العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي هذه امور هامة جدا تساعدنا في فهم النص خاصة اذا كان النص يعرض معلومات علمية معلوماتية عن اي مجال علمي سواء في الطبيعة او جسم الانسان العلوم وما الى ذلك هناك اهمية كبيرة جدا لما يسمى بالعنوان الفرعي سترون ذلك بعد قليل هيا بنا نقرأ النص ونفهمه ايضا البراكينو هذا عنوان مركزي لنبدأ اذا زرنا جنوب ايطاليا وتحديدا البقعة القريبة من بركان فيزوف الشهير وجدناها تغص بالكثير من حدائق الفاكهة والبساتين والكروم التي تنتشر على جوانب البركان الخامد وبالقرب من قمته ايضا ويرجع ذلك الى ان الارض في هذا المكان تتميز بالخصوبة اما في السهل الذي يقع اسفل البركان فيحتشد الزائرون من جميع انحاء العالم لمشاهدة الاثار المتبقية من مدينة بومباي التي دمرها انفجار بركان فيزوف قبل الفي عام تقريبا كيف حدث ذلك؟ هذا عنوان فرعي احبائي قبل ان اتم القراءه تذكروا ان لذلك اهميه كبيره نكمل بدت بعض الحيوانات في مدينه بومباي مضطربه بصوره غير طبيعيه فكان هناك كلب ينبح بشده وقام حمار بقلب العربه التي كان يجرها ثم شعر مزارع عند منحدر جبل فيزوف بهزه تحت قدميه كما لاحظ ارتفاعا مخيفا في الارض فاسرع كي يخبر اهل مدينته لم يدرك السكان خطورة الامر في البداية ولكن عندما بدأت الصخور المتساقطة تهدد منازلهم جمع كثير منهم الامتعة وترك المدينة وفي اليوم التالي اندفعت من البركان موجة حارقة من الرماد المشتعل دمبرت المدينة فما هي البراكينو؟ البراكينو هي من الظواهر الطبيعية التي حظيت باهتمام الإنسان منذ القدم والبركان عبارة عن مكان تخرج منه أثناء الثورة البركانية سخور منصهرة ساخنة تسمى لافا وغازات تأتي من باطن الأرض باتجاه فتحة في قمة البركان يتكون البركان في الغالب من ثلاثة أجزاء واحد المخروط البركانيو وهو الجزء الذي يشبه المخروط في جوانب البركان المنحدرة ويتكون من مواد صخرية ولافا متصلبة اثنان مدخنة وهي قناة تمتد من جوف الأرض إلى الفوهة وتندفع من خلالها المواد البركانية باتجاه الفوهة ثلاثة فوهة وهي عبارة عن تجويف مستدير الشكل تقريبا في قمة المخروط البركاني تكون مساحة الفوهة عدة آلاف من الأمتار وتخرج منها بين الحين والآخر غازات ومواد منصهرة لكن أعزائي لم ينتهي النص انظروا أيضا يوجد رسم توضيحي ماذا يشير هذا الرسم سنرى ذلك قبل أن ننتقل إلى السؤال ونستخرج الكلمة الرئيسية منه لابد وأن أذكركم لشيء فعلناه قبل هنيها هي أنا نتحدثنا في القسم الأخير من النص عن أجزاء البركاني وقلت لكم لم ينتهي النص بعد يوجد أيضا رسم توضيحي سنتطرق لذلك بعد قليل لكن ساعود قليلا إلى السؤال ماذا يقول السؤال مسم الجزء من البركان الذي يربط بين جوف الأرض والفوهة اشرح إجابتك عدت إلى هذا السؤال لأنبهكم أننا نتخذ يجب أن نتخذ قرار الصحيح ليس فقط في أن نجيب عن السؤال بل أن نكتب أيضا إجابة كاملة وحتى نكتب إجابة كاملة هناك شيء هام قد تحدثنا عنه سابقا وأذكركم به وهو أننا يجب أن نستخرج الكلمات الرئيسية من السؤال وأيضا نفهم السؤال ففهم السؤال نصف الإجابة ما هي الكلمات الرئيسية في السؤال حسب رأيكم ماذا يطلب مننا السؤال الجزء أحسنتم ماذا أيضا إن قلنا الجزء إذا أجزاء البركان ماذا أيضا ما به هذا الجزء الجزء الذي يربط بين جوف الأرض والفوهة هل يكفي أن نكتب اسم هذا الجزء فقط لا يطلب مننا السؤال أيضا أن نشرح الإجابة ماذا نحتاج لكي نحل هذا السؤال قبل أن نعود للنص وللفقرة التي نحتاج أيضا منها أن نستخرج المعلومات للإجابة عن السؤال نحتاج أن نتخذ القرار الصحيح لأن نبحث عن كلمة المفتاح من الفقرة المناسبة إذا نتخذ القرار الصحيح لأن نختار الفقرة المناسبة التي تعرض المعلومات المتعلقة في إجابة السؤال أيضا نحتاج أن نتخذ القرار الصحيح بأن نستخرج كلمة المفتاح لأنه هي التي ستدلنا أصلا على الفقرة المناسبة كلمة المفتاح هنا هي كلمة أجزاء اما جملة المفتاح سنتخذ ايضا هذا القرار ونكتب جملة المفتاح التي تعيننا على حل السؤال ما هي جملة المفتاح يتكون البركان في الغالب من ثلاثة اجزاء رائع سوف نقرأ القسم الذي تحدث عن اجزاء البركان هذا هو القسم الذي بحثنا من خلاله والذي يدعى الفقرة لنرى ماذا تحدثت يتكون البركان في الغالب من ثلاثة اجزاء انظروا يوجد هنا كلمة المفتاح اجزاء وجملة المفتاح ايضا يتكون البركان بركان في الغالب من ثلاثة اجزاء واحد المخروط البركاني وهو الجزء الذي يشبه المخروط في جوانب البركان المنحدرة ويتكون من مواد من مواد صخرية ولاذا متصلبة اثنان مدخنة وهي قناة تمتد من جوف الارض الى الفوهة وتندفع من خلالها المواد البركانية باتجاه الفوهة ثلاثة فوهة وهي عبارة عن تجنيف عن تجويف مستدير الشكل تقريبا في قمة المخروط البركاني تكون مساحة الفوهة عدة الاف من الامتار وتخرج منها بين الحين والاخر غازات ومواد منصهرة هل يكفي ان نقرأ هذا الجزء فقط من النص هل نستطيع الاكتفاء به فكروا هل استطيع ان افهم الاجابة الاجابة وان اكتبها فقط بناء على هذا الجزء المكتوب من النص الذي تحدث عن الاجزاء الثلاث تحدث عن الفوهة والمدخنة واجزاء البركان هل يكتفي هل استطيع ان اكتفي بذلك حقا ام انني احتاج الى شيء اخر ما رأيكم احبائي ما رأيكم ان نبحث الان في النص ايضا عن شيء يساعدنا ويوضح لنا الترابط بين هذه الاجزاء اجزاء البركان يعني لو قلنا يعني من المؤكد اننا الان ونحن جالسون في المنزل في هذا الحجر لا نستطيع السفر وان نرى هذه الاجزاء لكننا نستطيع ان نستعين بشيء اساسي موجود في النص وهو الرسم التوضيحي الرسم التوضيحي المرفق لهذا النص لم يأتي للزينة فقط ابدا بل جاء حتى يساعدنا ايضا حتى يساعدنا على فهم النص فنفهم ما هي هذه الاجزاء اذا ما المقصود بالفوهة مثلا ما المقصود بالمواهة من اين تخرج المواد المنصهرة والغازات انا ايضا لا استطيع ان اكتفي فقط بالرسم اذا يجب علي ان اتخذ القرار الصحيح بانني ان اعود للنص وايضا للرسم التوضيحي فيساعدني هذا الرسم على ان افهم اجزاء البركان انظروا جيدا الى الرسم ماذا يوجد في وسط البركان المدخنه انظروا كيف اشار ايضا الكاتب من خلال هذا الرسم الى ان هذا الجبل المخروطي ماذا يوجد بجوفه وكيف وصل من الجوف الى الفوهة وما الذي ربطه اللي لا يسألنا السؤال ذلك رأى اذا نتخذ القرار الصحيح وندمج بين النص المكتوبي الذي سرد لنا معلومات عن اجزاء البركان انا الان لا اتحدث عن كل النص نحن نتخذ القرار الصحيح باننا نختار فقط القسم الذي تحدث عن اجزاء البركان ونربط ذلك مع النص البصري ما هو النص البصري الرسم التوضيحي المرفق بالنص هذه الرسمه التوضيحيه لاجزاء البركان تساعدني من خلال الاطلاع على القسم المكتوبي ان افهم ما المقصود بالمدخنه ما المقصود بجوف البركان ايضا ما المقصود بانه مخروط الشكل يساعدني ذلك كثيرا وانتم ايضا وانتم عندما تكونون جالسون بجانب اهلكم وهم يستمعون لنشرة الاخبار احيانا يعرضون بعض الرسومات التوضيحيه قولوا لهم وانصحوا اهلكم بان لا تكتفوا فقط بالاستماع الى النشرة او بقراءه المقاله فقط قولوا لهم بما انكم الان تتابعون النسب والمعطيات التي تحدثت عن مرض الكورونا ومن يحمل هذه المرض خاصة للارقام استعينوا بالرسم التوضيحي لتكتشفوا من خلال هذه النصوص البصريه يا اهلي الاحباء ان هنالك اما ازدياد واما نقصان في عدد المرضه قولوا لهم ذلك وانظروا كيف انكم سوف تفيدون غيركم من خلال هذه المعلومه التي تعلمتم عنها من ان بانه يوجد هنالك ما يسمى بالنص البصري واننا احيانا يجب ان نتخذ القرار الصحيحه وان لا نكتفي فقط بالنص المكتوب انما ان نستعينا ايضا بالنص البصري والذي هو عباره عن الرسمه التوضيحيه هنا في نصنا هذا لكن ليست كل اللصوص البصريه رسوم توضيحيه كيف ساذكركم بشيء هل تذكرون كيف نجح رامي في الدرس الاول بالوصول في الدرس السابق بالوصول الى حديقة الحيوان ماذا فعل رامي اخذ الخريطه وقرأ الخريطه الخريطه ايضا هي نص بصري نستيع الاستعانه بها لنعود الان الى مغامرتنا مع البركان وكيف اننا فهمنا اجزاء البركان من خلال اتخاذنا للقرار الصحيحي وعدم اكتفائنا فقط من نص المكتوب ودمجنا ذلك وتطرقنا ايضا الى الرسمه التوضيحيه ده اريد الان ان تمعنوا النظر بهذا الرسم لتروا كيف اننا استطعنا من خلال هذا الرسم ان نستنتج ما هو الجزء الذي اقول لكم الان مباشرة فكروا جيدا وامعنوا نظر معي عن الجزء الذي فعلا يربط جوف الارض مع الفوهة انظروا جيدا كلمه جوف معناها بطن داخل منتصف البركان انظروا جيدا لهذا الرسم ثم نعود لنتعلم كيف نكتب اجابه كامله الان بعد ان اتخذتم القرار الصحيحه وتطرقتم ليس فقط للنص المكتوب انما ايضا للنص البصري الذي هو عباره عن الرسمه التوضيحيه توضيحيه ساترككم لخمس دقائق احبائي لانكم رائعون جدا وتستطيعون ان تكتبوا الاجابه لوحدكم ثم اعود اليكم بعد قليل شكرا لكم اشتركوا في القناة 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 عدنا احباي لنرى الان كيف ستكون الاجابة لقد طلبت منكم ان تكتبوا الاجابة من خلال دمج المعلومات في النصين المكتوب والبصري وقد اتخذنا هذا القرار سوية سوف اعود الان الى القسم المكتوب وكيف سأريكم الاجابة وكيف قمنا بدمج بعملية دمج ما بين النص المكتوب والنص البصري الجزء من البركاني الذي الجزء الذي من البركاني فعلا يربط بين جوف الأرض والفوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هذا الجزء الذي يربط بين جوف البركان جوف الأرض والفوهة لكن هل يكفي ذلك لنشرح الإجابة بالطبع لا لماذا لأننا لو قفزنا قليلا إلى النص البصري لوجدنا أن النص البصرية يزودنا بمعلومات هامة جدا يسهل علينا أيضا فهم الأجزاء فكيف نعلل الإجابة نقول لأنها القناة التي تمتد من جوف الأرض إلى الفوهة وتندفع من خلالها المواد البركانية باتجاه الفوهة هكذا من خلال اتخاذ القرار الصحيح أن ندمج بين النص المكتوب في قسم أجزاء البركان وبين النص البصري الذي هو عبارة عن الرسمة التوضيحية لأجزاء البركان استطعنا أن نحصل على إجابة كاملة ورائعة فعلا ماذا تعلمنا اليوم قبل أن أنطلق إلى هناك ليس فقط ماذا تعلمنا من هذا الدرس إنما نحن تعلمنا عن استراتيجية اتخاذ القرار الصحيح من خلال ثلاثة دروس تحدثت عن هذا عن هذه الاستراتيجية ولماذا فعلا هذه الاستراتيجية هي هامة جدا هامة جدا لحياتنا اليومية لأننا يجب دائما أن نعمل التفكير وأن نفكر هل حقا هذه الخطوة التي سأقوم بها هي مناسبة ولا يكفي ذلك هل أكتفي فقط بهذا القدر من العمل أم أنني يجب أن أزود العمل مثلا هل يأكتفي فقط بشراء علبة شامبو كما تعلمنا في الدرس السابق لونها أزرق جميل أم أنني أحتاج إلى أن أبحث عن ميزة أخرى وأن تكون هناك أيضا ميزة مضافة ففكرنا سوية وتحدثنا أننا نحتاج أن نتخذ القرار الصحيح بأن نعمل ميزة الأجود والأرخص حتى نستطيع أن نتخذ أفضل قرار بحق شراء علبة شامبو عندما تعلمنا عن درس العناية بالشعر ليس كذلك أيضا نحن عندما نعد الطعام أيضا لا بد وأن نتخذ القرار الصحيح ما هو الغذاء المفيد لنا أكثر كذلك الأمر في نصوص اللغة العربية حتى نستطيع فهم النص ونستطيع أيضا الحصول على أفضل إجابات ممكنة يجب أن نفعل استراتيجية اتخاذ القرار الصحيح إذن تعلمنا اليوم أننا نتخذ القرار الصحيح فنبحث عن الكلمة الرئيسية في السؤال وجملة المفتاح في النص أيضا نتخذ القرار الصحيحة بأن لا نكتفي فقط من نص المكتوب حتى نفهم النص ونجيب بل ندمج الإجابة مع النص البصري أيضا النص البصري الذي أذكركم بأنكم تستطيعون أن تعلموا أهلكم ما هو النص البصري من خلال جلوسكم معهم ومتابعة نشرات الأخبار أو ربما بعد أن تنتهي فترة الحجر المنزلي سوف تذهبون إلى رحلة بداخل البلاد وقد لا تعرفون المكان والطريقة كيف توصلكم إلى هذا المكان لذلك هناك تقنية موجودة في غالبية الهواتف اسمها الخريطة الإلكترونية الويز أنتم عندما تتعاملون مع هذه التقنية هي أيضا نص بصري تستطيع أن تساعدكم بالوصول إلى الهدف المنشوذي أحبائي نحن نستطيع أيضا أن لا نكتفي فقط بالنصوص نستطيع أن نقوم بعمل آخر ما هو ما رأيكم أن تعلموا أيضا إخوتكم الأصغر منكم والأكبر منكم أو حتى أنتم أن تقوموا برسم لوحة جميلة من إبداعكم الرائعي التي سوف تذكركم دائما بأن تلك الرسمات التوضيحية هي نصوص بصرية لذلك أقترح عليكم أن تحضروا ألوانا ترابية أقترح أيضا عليكم أن تحضروا لوحة بيضاء من البرستول حتى ترسموا عليها وتعلقوها على الحائط وأيضا لا لابد وأن تستعينوا بهذه الرسمة التوضيحية وهذا النص البصري المرفق أمامكم الآن على الشاشة والذي يوضح لكم كيف تقومون برسم البركاني مع توضيح أجزائه الهامة جدا لذلك بإمكانكم الاستعانة بنص البركاني وبإمكانكم أيضا أن تدخلوا إلى الكثير من المواقع بما أنكم اليوم موجودون في المنزل خاصة أن تبحثوا عن النصوص الموجودة في امتحانات النجاعة والنماء ومن هنالك تستفيد الكثير من المعلومات وتطور مهاراتكم في الفهم وتستخرجوا نص البركاني وترسموا أيضا لوحة توضيحية تكسب أهلكم معلومات جديدة عن البركان انتبهوا جيدا أنكم لن تستطيعوا فقط القيام بالرسمي إلا إذا اتخذتم القرار الصحيح بإلا تكتفوا فقط بالرسمي وأن تتخذوا القرار الصحيح بأن تتوجهوا إلى النص الذي يتحدث عن البركان وتضع كما فعل الكاتب هنا بعض الكلمات التي تساعد من يشاهد لوحتكم الجميلة هذه بأن يفهم ما هي أجزاء البركان وهكذا أنتم تكونوا فقط قد علمتم الآخرين كيف يستكشفوا أجزاء البركان وتكونوا قد أحدثتم الفائدة ليس فقط لأنفسكم إنما لغيركم لغتنا العربية أحبائي دائما هي شمسنا المشرقة لغتنا العربية تشرق بنا ونشرق بها هي لغة الأدب والعلم والحياة وقد رأيتم كيف أن نصا علميا تحدث عن البراكين باللغة العربية إذا اللغة العربية هي لغة تفكيري وهي أيضا لغة ثقافتي وهي أيضا اللغة التي نشرق بها ودائما تعيننا على القيام بأجمل المغامرات وليس فقط أن نستكشف البراكين إنما نستكشف أجمل العوالم في عالمنا وحياتنا شكرا جزيلا لكم أحبائي وإلى اللقاء وإلى درس آخر أكثر إمتاعا